بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعبود المستعان يعين من عباده من أعان ويشمل برحمته أهل البر والإحسان سبحانه أمرنا بذكره وشكره في كل الأوقات وتفضل علينا فوستعلنا أبواب الصدقات أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه خير من توكل على ربه فكفاه ووهبه من الخلق العظيم أكمله وأوفاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله تعالى أمرنا بالتعاون على فعل الخيرات فقال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم على التعاون فقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والتعاون هو تقديم المساعدة للآخرين وذلك من جميل الصناع وحميد الطبائع وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين وشيم الأطقياء والصالحين فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمره الله سبحانه وتعالى ببناء بيت الله الحرام ذهب إلى ابنه إسماعيل عليه السلام وقال له إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني وشيد معا بالتعاون أول بيت ودع للناس وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف العظيم في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم سخر الله عز وجل الناس بعضهم لبعض فلا يستطيع أحد أن يستقل بذاته لذلك وجب التعاون بين الناس جميعا حتى تقام المجتمعات وتبنى الحضارات وتتقدم الشعوب ولا يستطيع الإنسان أن يحيا لوحده بدون تعاون مع بقية مجتمعه ففي الأسرة الواحدة تظهر الحاجة إلى التعاون بين جميع أفرادها من الزوجين والأولاد وكل شخص فيها مستدعى لكي يساعد الآخر في واجبه وأن يسهم في تكوين الأسرة وبنائها واستقرارها وسعادتها فالزوج والزوجة يتعاونان على تأسيس هذه الأسرة على التفاهم والمودة والرحمة والسكينة والعمل من أجل تربية أبنائهم وتحر الحلال في أعمالهم من أجل أن يبنوا أسرة قائمة على تقوى الله عز وجل وكذلك الأولاد كل يقوم بدوره فالتلميذ يلتزم بدروسه وإطاعة والديه ومدرسيه في المدرسة ويلبي كل رغبات آبائه ومن تخرج من الأولاد عليه مساعدة والده في تربية إخوته الصغار فالجميع أمام مسؤولية مشتركة هدفها الأساس بناء أسرة تكون نواة المجتمع المسلم الذي يتبع هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحقق مبدأ التعاون مع أهله فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيث ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته فالتعاون له أهمية كبيرة في تماسك المجتمع وتقويته ونشر المحبة فبالتعاون يتم تحقيق التكافل بين أفراده لذلك شرع الإسلام فريدة الزكاة ورغب في الصدق والإنفاق في كل وجوه البر والوقف بكل أنواعه وحفى على الإحسان والبر وبذل المال في فعل الخيرات وعيادة المرضى والوقوف بجانبهم ومساعدة المحتاجين وإدخال الصرور على فقراء المسلمين فمن ذلك المنطلق نرى أن التعاون أحد طرق النجاح وإدراك الفلاح إن الإنسان وحده لا يستطيع التغلب على ظروف الحياة وأزماتها وضوائقها وشدائدها لذا كان لابد له من إخوان يعينونه وأصدقاء صدق يناصرونه يشتد به بهم أزره ويتقوى بهم ظهره إن الإنسان وحده مهما أوتي من قوة ومال وجاه لا يستطيع وحده مواجهة أعباء الحياة إن كل إنسان في حاجة إلى عون ولن يعان إلا إذا أعان ومن أعان اليوم في حاجة يعان غدا وما عاش إنسان لنفس إلا نذم اليوم على ما كان منه في أمسه قد يظن إنسان تحت غروره بماله أو جاهه أو قوته وصحته أنه في غنى عن إخوانهم في الإنسانية فيعيش لذاته لسان حاله يقول نفسي فقط وما درى أنه بهذا التصرف أخطأ إذ أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه فالمؤمن الذي يعين إخوانه ويساند من هو في حاجة إلى مساندة سيكون الآخرون عضده وساعده إن وقع في ضائقة وجد الأيدي إليه ممدودة ووجد عزائم إخوانه على الخلاص من ضائقته مقصودة والعون الكبير سيكون من الله العلي الكبير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين